انطلق المؤتمر الدولي الحادي وثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان حوار الأديان وثقافات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستمر المؤتمر حتى الغد بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين حيث يحضر المؤتمر سبعين سبعون عالما ومفتيا من أربعين دولة حول العالم فيشرفني نيابة عن معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أرحب بحضراتكم جميعا بهذه الكلمات أعلن محمد مختار جمعة انطلاق فعليات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين يقدر بسبعين عالما ومفتيا من أربعين دولة حول العالم نحن سعيدين جدا لهذا المؤتمر الذي يأتي ويفتح لنا بعض الأفكار لكي نعلم كيف نستطيع نعيش في المجتمع دون أن تكون هناك مشاكل بين الناس وبين المجتمعات وبين القبائل وبين أصناف مختلفة مصر دولة عندها خبرة في الموضوع في مؤالجة الموضوع عن طريق جامعة الأزهر وعن طريق وزارة الأوقاف فجينا لنتعلم حتى تكون هذه الخبرة مدروسة في الكاميرون تتلخص أعمال هذا المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان حوار الأديان والثقافات في ستة محاور تركز على مفهوم الحوار وغاياته وأثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانية طبعاً كواعظ مهمتنا قوي أن نفهم حوار بين الطرفين نفهم أن الحوار يؤدي إلى نشر السلام والتعايش ويقدم في هذا المؤتمر أكثر من ثلاثين بحثاً مقدماً من علماء خمس وثلاثين دولة ستتم مناقشتهم خلال المؤتمر الذي يأتي لتعزيز قيم الحوار المجتمعي بين مختلف الشعوب والديانات السماوية أحمد الحسيني التلفزيون المصري